هؤلاء الأطفال من صنعاء كان يفترض أن يكونوا الآن جالسين على مقاعد الدراسة إلا أن الظروف القاهرة التي يمر بها اليمنيون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ولسيما في صنعاء دفع بالأهالي إلى أن يزجوا بفلذات أكبادهم إلى الشارع لبيع بعض قنان المياه والمناديل على المارة والسيارات نبكر الصبع نطلب الله سلب الزلماء نجي نشتغل نبيعه بمئة عين وقع لنا خمسين بعدها يعني نطلب الله نجمع مصارف البيت إيجار البيت هنشتغل نفسر الإيجار نفسر كامل ندفع بناية الشاه لم تكتفي ميليشيات الحوثي بزعزعة استقرار المناطق التي تسيطر عليها بل قامت بفرض مبالغ مالية على طلاب المدارس الحكومية تدفع بشكل إجباري شهرياً فضلاً عن المبالغ التي تلزم الأهالي بدفعها مع بدء التسجيل في التعليم الأساسي والثانوي بحسب ما أكدته مصادر يمنية وهذا سبب آخر يضاف إلى معاناة الأسر اليمنية التي تكابد ظنك العيش والتي أجبرت على دفع أبنائها للنزول للسوق بدلاً من إرسالهم إلى المدارس خاصة تلك العائلات التي فقدت معيلها بسبب المعارك أو المرض الواقع التعليمي في اليمن في ترد مستمر نتيجة سيطرة ميليشيات الحوث على القطاع التربوي فضلاً عن إقصائها واستبعادها لتربويين ومعلمين من أعمالهم لأسباب وذراء عدة واستبدالهم بكوادر موالية لميليشيات الحوث لا تملك أدنى كفاءة في مجال التعليم ولا أي خبرة كما يحصل في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي هي تحت سيطرة الميليشيات وتمر العملية التعليمية لسيما في صنعاء بأسوأ حالاتها بفعل استمرار انقلاب ميليشيات الحوث وممارساتهم التعسفية بحق المعلمين والطلبة بالإضافة إلى تجنيد طلبة المدارس وزجهم بالمعارك والتدخل في محتوى المناهج وفرض أفكار متطرفة وعنصرية تخدم أجندتها الخاصة بها اشتركوا في القناة